اشتركوا في القناة تليفون انجوتو ما بيبعش في مصر لسه الا عن طريق موقع سوق دوت كوم والحقيقة هو دلوقتي منتهي من على الموقع يعني مفيش ستوك على الموقع بتاعه لكن المفترض ان هو ينزل قريب جدا لان الكمية اللي كانت موجودة بالسعر ده تقريبا اتنسفت يعني الموبايل سعره 3.9 999 جنيه زائد مصاريف الشحن حوالي 15 جنيه يعني يقف بـ 1015 جنيه خلونا نستعرض في الفيديو ده فتح صندوق الهاتف الاول قبل ما نفتح التليفون خلونا نلقي نظرة سريعة كده على المكتوب خلف العلبة بتاعته التليفون يأتي بمعالج اكتا كور كورتيكس ا7 بقوة 1.4 جيجا هرتز والكاميرا ااسف والشاشة خمسة بوصة بدقة 720 في 1280 HD طبعا الشاشة IPS الرام 1 جيجا التليفون بيدعم شريحتين شريحة منهم تشتغل 3 جي والشريحة التانية جي اس ام الكاميرا الامامية 2 ميجا والخلفية 5 ميجا الزاكرة الداخلية 8 جيجا خلونا الاول نفتح التليفون الحقيقة فتح التليفون او فتح العلبة اسف ممكن يبقى بصعوبة شوية لان ما فيش مكان سالس تقدر ان انت تفتح منه التليفون بمجارب ما بنفتح العلبة بنلاقي التليفون موجود بالشكل دا ولا حنرجع له تاني بس خلونا نشوف باقي محتويات الصندوق ايه طبعا البطارية ودي ميزة ناس كتير قوي بتفضلها ان البطارية بتأتي منفصلة بيكون مش مدمجة في التليفون ودي ميزة ناس كتير بتحبها بيجي معا الدليل بتاع التشغيل اه دا دا الضمان دا الضمان بتاع الهاتف معا ضمان سنة على فكرة من موقع سوق وبيجي معا الشاحن بتاعه والكابل المايكرو يو اس بي دا الشاحن بتاعه بيبقى شاحن انجليزي اللي هو السلاسي وبيجي معا الكابل المايكرو يو اس بي ما بيجيش معا التليفون سماعات يعني زي معظم التليفونات الصينية ما بيجيش معاها سماعات او من الواضح ان الشركات بطلت تبعت سماعات مع التليفونات بتاعتها في الفترات الاخيرة يعني خلاص احنا الواحد كانت زمان نتعود على تليفونات نوكيا اللي بتيجي بسماعات لكن دلوقتي غالبا مفيش غير نوكيا وسامسونج هما اللي بيحطوا سماعات في التليفون نيجي للتليفون نفسه اولا التليفون اداءه ممتاز بصراحة انا جربت التليفون قبل ما اصور فيديو فتح الصندوق وحصور فيديو تاني لمميزات التليفون من الداخل التليفون زي ما قلتلكو الشاشة بتاعته خمسة بوصة من الامام في الكاميرا الامامية اتنين ميجا بيكسل السماعات الخاصة بالمكالمات والسنسورز طبعا السكرين بروتكتور اللي انا مركبه عليه دوت مش بتاعه بس طبعا لحماية الشاشة من الختش فاضطريت ان انا اشوف اقرب شكل السكرين بروتكتور يقدر ان هو يتوافق عليه حتى هتشوف من الحواف السكرين بروتكتور مش وصله للحواف بس على الاقل حامة الجزء الخاص بالشاشة ضد البصمات يعني بحس انها تقدم له حماية مؤقتة لحد ما ينزل لي سكرين بروتكتور الازرار بتاعت التنقل ازرار خارجية تعمل بالتوتش برضو من اسفل في المدخل بتاع المايكرو يو اس بي والمايك بتاع المكالمات ومن الجهة اليمنى زر تشغيل الهاتف ومن الاعلى المدخل بتاع السماعة 3.5 مليمتر ومن على الشمال في زر تعلية الصوت وخفض الصوت بيحيط بالهاتف اطار معدني شكله شيك شوية قريب جدا من التليفونات الايفون من الخلف في الكاميرا الخمسة ميجا بيكسل وفي اتنين فلاش لكن اداءهم الحقيقة مش قوي يعني لو واحد بيبص يقول اتنين فلاش ممكن يبقى الاداء قوي في الظلمة او كده لكن الى حد ما الاداء بتاعهم يعني كانهم مش موجودين ومن الاسفل فيه السماعات الخارجية صوتها عالي جدا ما شاء الله التليفون فيه انحناءة بسيطة جدا علشان بالاضافة للانحناءة والبروز الخاص بالكاميرا لو انت حطيت التليفون على سطح المكتب او اي سطح يبقى فيه مخرج من اليمين ومن الشمال علشان السماعة ما يكتمش صوتها يعني السماعة بتبقى الى حد ما مش مكتومة خالص هنا فيه مرفوع جزء بسيط كده منها علشان الصوت يخرج من السماعات لو فتحنا الغطاء الخلفي علشان نشوف التليفون من الداخل هنلاقي ان التليفون بيدعم شريحتين شريحة عادية وشريحة مايكرو وبيدعم تركيب كارت زاكرة منفصل ودي ناس كتير برضو بتحب الموضوع دوت كارت منفصل لحد 32 جيجا زي ما قلت الشريحتين واحدة منهم تشتغل 3G والتانية لا يعني انت تقدر تتحكم مش شرط انهي واحدة فيهم 3G والتانية يعني تقدر انت اللي تختار انهي شريحة في الاتنين هي اللي تشتغل 3G عن طريق الاعدادات بالداخل خلونا نشوف البطارية البطارية بتاعته 1900 ميلي امبير بالرغم ان الناس تحس ان البطارية ضعيفة الا ان اداءها كان رائع الحقيقة معايا يعني انا سبت التليفون شغلت التليفون وسبته متصل بالواي فاي بس انا الحقيقة يعني مرجعتلوش فضلت سايب التليفون فترة حوالي 3 ايام و3 ايام انا سامح حاجة بتصوصه جنبي انا كنت انسيت الحقيقة التليفون في العلبة فترة 3 ايام وانا مشغله واستمرت ستاند باي التليفون 3 ايام وشوية تقريبا لحد ما فصلت خلوني افتح معاكم التليفون في فيديو اخر علشان نشوف اداء التليفون من الداخل ونتعرف على نظام التشغيل الموجود عليه للي حابب ان هو يشتري جهاز سعره قليل جدا مع امكانيات الى حد ما ممتازة ده كان فيديو سريع لفتح صندوق هاتف انجو اي 2 بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة